الذرات التكافؤ والترابط تكون الذرات متعادلة كهربائياً عندما يكون عدد ما تحمله من شحنات موجبة، بروتونات، يساوي تماماً عدد ما تحتويه من شحنات سالبة، إلكترونات. ولكن عندما تفقد الذرة أو تكسب الإلكترونات، فإنها تتحول إلى أيونات. فعندما تفقد الذرة الإلكترونات، فإنها تتحول إلى أيون موجب، لأن عدد البروتونات فيها أصبح أكثر من عدد الإلكترونات. أما عندما تكتسب الذرة الإلكترونات، فإن شحنتها السالبة تفوق شحنتها الموجبة، وبذلك تتحول إلى أيون سالب، لأن عدد الإلكترونات فيها أصبح أكثر من عدد البروتونات. توجد الذرات ضمن مركبات كيميائية متحدة مع غيرها من الذرات سواء أكانت ذرات العنصر نفسه أو ذرات عناصر أخرى فذرات الفلور مثلاً لا تتواجد عادة بصورة حرة وإنما ترتبط مع ذرة فلور أخرى مكونة جزيء الفلور أو تتحد مع ذرة الصوديوم مكونة فلوريد الصوديوم سلوك الذرة الكيميائي يرجع للتفاعلات بين الإلكترونات ويطلق على الإلكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي إلكترونات التكافؤ والإلكترونات الداخلية تلعب دوراً أيضاً ولكنه ثانوي نظراً لتأثير الشحنة الموجبة الموجودة في نواة الذرة عليها تقوم الإلكترونات الموجودة في غلاف الطاقة الخارجي بالتحكم في سلوك الذرة عند عمل الروابط الكيميائية ولذا فإن الظرات التي لها نفس عدد الإلكترونات في غلاف الطاقة الخارجي إلكترونات التكافؤ يتم وضعها في مجموعة واحدة في الجدول الدوري فالمجموعة هي عبارة عن عمود في الجدول الدوري وتكون المجموعة الأولى هي التي تحتوي على إلكترون واحد في غلاف الطاقة الخارجي المجموعة الثانية تحتوي على إلكترونين المجموعة الثالثة تحتوي على ثلاثة إلكترونات وهكذا وتكون الذرة أكثر استقراراً أقل في الطاقة عندما يكون غلاف التكافؤ ممتلئاً ويمكن الوصول لهذا عن طريق الآتي يمكن للذرة المساهمة بالإلكترونات مع ذرات متجاورة أي تكون رابطة تساهمية أو يمكن لها أن تزيل الإلكترونات من الذرات الأخرى أي تكون رابطة أيونية عملية تحريك الإلكترونات بين الذرات تجعل الذرات مرتبطة معاً ويعرف هذا بالترابط الكيميائي وعن طريق هذا الترابط يتم بناء الجزيئات والمركبات الذرات في الكون والطبيعة نظراً لأن الكون لا نهائي فإن عدد الذرات أيضاً يمكن أن يكون لا نهائياً وفي الصناعة فالذرة لها دور غاية في الأهمية يتضمن ذلك الصناعات النووية الصناعات الكيميائية ترجمة نانسي قنقر